الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة خامسة من برنامج سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما مضى من الحلقات لقد تعرفنا على نبذة يسيرة من سيرته العطرة وكما عرضنا على طرف من فضائله وكراماته أما حديثنا اليوم سيكون عن خلافته رضي الله عنه فكونوا معنا إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم لعلنا نستفيد منها بإذن الله تعالى أيها الأحبة الكرام ولقد تولى رضي الله عنه الخلافة بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث أوصى الصديق من بعده بالخلافة لعمر رضي الله عنهما وكان نعم الاختيار قالت عائشة رضي الله عنها لما حضرت أبا بكر الوفاة دعا أبو بكر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أبا بكر أعهد إلى عمر هو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة وكان رضي الله عنه خليفة عادلا فتح الله على يديه كثيرا من البلدان هذا ما سنتحدث عنه في إحدى الحلقات التالية بإذن الله تعالى أيها المشاهدون الأعزاء لما تولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فصعد المنبر وألقى خطبته العظيمة بيّن فيها سياسته وأوضح فيها واجباته تجاه الأمة وسار في الناس سيرة عمرية ما سمع الناس بمثلها كان رضي الله عنه نموذجا فريدا للحاكم الذي يستشعر مسؤوليته أمام الله وأمام الأمة فقد كان مثالا نادرا للزهد والوراء والتواضع والإحساس بثقل التبعة وخطورة مسؤولية الحكم حتى إنه كان إذا هدأت العيون وتلألأت النجوم يأخذ درته ويجوب سكك المدينة يتفقد أحوال المسلمين ويلتمس حاجات رعيته التي استودعاه الله أمانتها وله في ذلك قصص عجيبة وأخبار طريفة من ذلك ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم حتى إذا كنا بشرار إذا نار فقال يا أسلم إني لا أرى هاهنا رقبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرفل حتى دنونا منهم فإذا بمرأة معها صبيان صغار وقدور منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء وكره أن يقول يا أصحاب النار فقالت وعليك السلام فقال أدنو فقالت أدنو بخير أو دعي قال فدنى وقال ما لكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال فأي شيء في هذه القدور قالت ماء أسكنهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر قال أي رحمك الله وما يدري عمر بكم قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا قال فأقبل علي فقال انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى آتينا دار الدقيق فأخرج عدلا من الدقيق وكبة شحم فقال احمله علي فقلت أنا أحمله عنك فقال أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إلينا نهرول فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك وجعل ينفخ تحت القدر ثم يمرثها فقال ابغي شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها أطعيميهم وأنا أصطح لهم فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك وقام وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرا كنت أولى بهذا الأمر من المؤمنين فيقول قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله تعالى أيها الأحبة الكرام هناك قصة عجيبة من أنذر القصص في حياته رضي الله عنه قال أسلم خرجوا ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه فإذا فيه امرأة تمخض ودبكي فسألها عمر عن حالها فقالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته فقال لمرأته أم كلثوم بنت علي من يبي طالب هل لك في أجن ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر فقالت نعم فحمل على ظهره دقيقا وشحما وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء فدخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث فوضعت المرأة غلاما فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر فقال عمر لا بأس عليه ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف بهذه الكلمات الجميلة نكون قد أشرفنا على نهاية حلقتنا اليوم أستودعكم الله سبحانه وتعالى إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى فكونوا معنا على قناة مدني صلو على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وصلى الله